موسيقى 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 هذه التخلفات التي تقع على هذه المسائل التي تستعملها المواطن داخل الحياة موسيقى هذا الشارع هذا لأنها تقع بشكل طريق عشوائي موسيقى 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 إستعمال مlerin موسى موسيقى مرة مدرجة ملاحظة لأننه عشاق موسيقى كانقود القطل عندما يbek موسيقى موسيقى يش tweets واحد الخطر على المواطن وكيشكلوا واحد الخطر على السيارات تقريباً أحد أربعين سنة ما تزدت شي حاجة هنا في هذا الحي هذا على أسس أن هذا المشروع هذا كل مجلس منتخب كي وعدنا أنه غادي تكون عنده واحد كلمة دياله داخل هذا الحي هذا إلا أننا كنشوفوا التماطل والتقاعوس ما عرفنا شي علايش وعليكم السلام وحب الله وبركاته مشكورين على الزيارة ديالكم شكراً جزيلاً لأن هذا الموقع طنجاوي هو اللي دائماً كنقلنا هاد المعاناة ديال الساكينة حي بوشا بصفة نتينا كمجتمع مدني وكيما كنتشوفوا الحمد لله كنتوا صباقين هاد المسألة اللي كنشوفوها هنا يا حي قدامكم هاد المزبالة اللي كانت هنا الحمد لله بالفضل ديالكم والفضل الأخبار اللي انقلتوا علينا فهي الحمد لله قدرنا أننا نحقها بفضل الله ولكن اليوم كنا نعاني من عدة مشاكل اللي كتعاني منا ساكينة حي بوشا وكيما كتشوفوا غنهضروا اليوم على هاد مشكلة الانارة اللي كتشوفوا هاد الشارع هادا كيباش كيعاني مهاد الانارة اللي بقى بواحد طريقة عشوائية اللي احنا ربما في 2021 وضمن مشروع طنجا الكبرى وكيما كتشوفوا واحد الشارع اللي هو رئيسي داخل حي بن ديبان بصفة عامة واللي كيما كتعرفوا حركة السير فيه مكتدة جداً وهو كيعاني بالليل كيعاني من هاد الانارة اللي هي ضعيفة وضعيفة جداً وكيما كتشوفوا على مصابح هنا يا وعلى اه اعميدة ديال الانارة بقى بواحد طريقة اللي هي عشوائية شي من الانارة هو تقريباً تحكي ما كتشوفوا واحد صاريرا هو ميل وكيما كتشوفوا هاد الدو صفار را هو ما بقى شي حتى في بادية كيما كتشوف حنا بقين كان عانيوا منه الانارة كتشكل واحد المسألة اللي هي خطيرة هو مسائل الامن والقريصاج داخل هذه الاحياء الشعبية فكان عانيوا من القريصاج اللي ما كان قدروش اننا نخليوا الاخوان ديالنا او للوالدين ديالنا او للابناء ديالنا انهم يخرجوها ولو غيفة واحد الفترة اللي هي السبعة او الستة العشية نظراً هاد الازقة اللي كتعرف واحد عتمة واحد ضلم اللي هو حالك فكانتمنى هم انهم يشوفونا بعين الاعتبار وياخدوا هاد المسائل بمحمل جد هاد العقبة هادي اللي كتشوفوها العقبة ديالة تسمى بعقبة بوربعات كما كتشوفو كان عانيوا من عدم تواجد عدم تواجد لدودان اللي كتشوفوه هنا فكما كتشوف السيارتكي يجيب واحد سرعة اللي هي مفريطة وغير ببارح كانت هنا واحد حادثة تسير لي مميتة واللي تأسفنا ان واحد السيدة ضربتها واحد السيارة هنا فكانتمنى لتكون الاصابة ديالة طفيفة التعبيد هاد الطريق كما كتشوفو طريق مؤدية الى بئرشيفاء وهي واحد الطريقة اللي هي رئيسية بالنسبة منطقة من ديبان وخصوصا قنطرت بوربعات كما كتشوفو هاد الحفاري هنا اللي كيشكلوا واحد الخطر على المواطن وكيشكلوا واحد الخطر على السيارات وربما كيتأدى من المواطن كما كتشوفو الحالة اللي هي مزرية اه اللي كتعاني منها هاد الطريق هذا فاحنا يكن نجدوا دائما كننجدوا المقاطعة بني ما كذا لانها هي المسؤول الواحد على هاد حالي كنقولو على هاد تخلفات اللي كتوقع وعلى هاد المسائل اللي كيستأمنها المواطن داخل الحي دياله وهو اللي في الحقيقة مسائل اللي هي بسيطة هي تعبيد ديال الطريق وكما كتعرفوا الطريق هادي وقيلة تقريبا احنا يعيشين هنا يا هادي واحد تقريبا واحد اربعين سنة ما ما زادتش حاجة هنا فهذا الحي هذا على اسس ان هاد المشروع هذا اه كل ولاية او كل مجلس منتخب كيوعدنا انه غادي سكون عندو حال كلمة دياله داخل هاد الحي هذا الا اننا كنشوفوا التماطل والتقاعوس ما عرفناش علايش وما عرفناش هاد الحي هذا علاش كيعاني من هاد اه اه الحاجة اللي هي بسيطة والحاجة اللي هي كتحفظ الكرامة ديال المواطن وما كيتطرق لاش هاد المجلس هاد بصفته انه واحد منتخب على هاد الفئة ديال الساكنة وان اخذ العاتق دياله على زمام زمام لامر انه يقوم بهاد النهوض بهاد الاحياء العشوائية وهاد الاحياء اللي بقى كتعاني كيما قلنا ابسط الام وقت هادو مسائل اللي كتطلبوا نهار ديال الخدمة من مقاطعة فانيما كده انها هاد جي وتشوف هاد المسائل وهاد اه الامور اللي كتدرر منها ساكنة بوشا وحنا بالدور ديالنا كنشكركم كموقع اه طنجاوي اللي كتجوا تزورونا داخل هاد الاحياء الهاشة باش نقلوا المعاناة ديالنا نساك ننن المسؤولين باش ياخدوا بعيد الاعتبار هاد المشاكل الراهين اللي كنعيشوها ضمن هاد الاحياء العشوائية تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة